هلّا يا كروان؟ عارف يا عاصم أنا ليه ما قتلت الشريل لغاية دلوقتي؟ لأني عارفة قد إبراهيم بيخافني ده غير طبعاً إن أنا لازم أجيب لك حقك ماذا يستم؟ مابي؟ كنت فيه؟ مابي؟ مين اللي عمل كده في الظبط؟ الدكتور والممردة؟ مدولة علاقتهم براما؟ كلهم متشقين عليّ ولو ما رامي حبي ينقذني؟ ليه لقدر؟ عايزة يا سامي أنا عايزة الليلة اقطعني اقطعني يا مستر ليه؟ يلا بقى بسرعة كده شوفت ضحركوا قبل ما ييجي حد ويشوفني اقطعني يقطعني يلا 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 خلقوا من هنا بسرعة يلا بقى يلا يلا أنا عارفة إن أنت حاجة كبيرة قوي وعارفة إن أنت من دنيا تانية غير الدنيا اللي أنا فيها بس القلبه ما يريد لازم نبقى لعم بعضه ما نشوفش بعضه طب أنا حاسمع الكلام بس بشرط أن أنا قضي اللي لدي معاك لحد ما نوصل لك البيت أنا هاخدك معايا أكتر أنا كان ورايا بالقلبي كل قلب كلهم تحام نختار فيه الصح من الغلط هكذا 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 وضح يا باشا أنك ما بتستغناش عني أبدا تكتبوه يا ماذا أنا دلوقتي ما بقيتش عارف مين مع مين بسيني على الدور أنا جالي التليفون من الستة وقالت لو روح أجيبك من شاية رامو قبل الحكومة ما تجبس مين دي؟ دي يا باشا الستة اللي بتتعايزها نقتل لما أخذ الستة نارمان أخرى اسمها إنشاء كل كانت بعتمالي مجمع لي شفتي ليلي إزاي بيوديك للصح؟ ساعدوا ساعدوا في الحرب مين؟ مش مهم أنا مين بالوقتي المهم إن ليليل في خطر ولازم أقابل إيه الخطر ليه في ليلي؟ بس لهم بتاهم مجرمين بقيت رامي أبط فلوس عشاني يهربين شاية يعني أنا كده قدام القانون أنا اللي اعتلت بس ده ترتيب وتغطية إبراهيم الضيارة أو نبيل التنطاوم عشان كده أنت موجودة في مهم وقعت انتاز الفرصة أني مفيش حراسة على الباب ساكتوا والمكساكتين؟ سيبت منها بس تخليك معا سكوتي هلاي تاكس تاكس مهمت بحربين؟ أنا مضبط مع سيفا ركاب بسرعة مين دايب السر ليه؟ يلا شوف يا ستنا أنا كل يهمني مصلحتي من الآخر كده مصلحتي معاك أنت وأنا مفيش حاجة بيلي ببنبريم الضيار ومن الآخر مش عايز بقى إيه أخش بني البصل أو قشرتك مش عايزة تفيرم ما بيني كوبابين برافو يا شعبان كنت فاكراك مش فاهم طلعت بتفكر لها ده أنا عجبك قوي وزيان بقولي ساعتك أنا ستنا أنا مفيش حاجة تربط بني ببريم الضيار فدلوقت أنا هنطف المركب بتاعتك بس تصدق سعب علي قوي بريم الضيار سعبان عليك لا ده مكشي بخير مش هو اللي سعب علي رامي المساعد عليك رامي المساعد عليك الله حد عليك بصها ستنا أنا مليش دعو بالفلماية داي أنا خلاص كده ربنا تاب علي وجوية راجل أعمال وعندي شركة حراسات ومشارك ستنا تانيها بلغوا عن الحكومة أقولك إيه يا شعبان بتجيل في السكة السهلة على فكه أنا جاهلك من السكة السهلة أنت اللي المؤخذ اللي جاية من السكة العكس وبترعيشي نور وعميتي عيني لو عايزة مني حاجة يعني وليلي على طول ضغري بعدين معليش أنا آسف يعني ليلي قتل طريق أخته أنا مالي أنا بس حبيتها وريك إن أنا عارفة كل حاجة لا ما عليش بقى العصفورة بتاعتك قريت الغلط المرادة ما أنا قلت لك إستيكول لو عايزة أي حاجة قريني إيه لازمته بقى التحوير ولفة جوحك خلي بالك من كلامك يا شعبان لا ما خليش لما كنا عايزة تلبسيني جناية قتل إيه لو ما خليش إيه اللي في الكلام فضل لمواغزة ده إحنا كده عدنا الشتيمة بالأب والأم بقى كده مش عايز تتفاهم متفاهم بس بالعقل وبالحب مش بلوي الدراع وراء الضار بصها ستنا هاتي دماغك على جنب كده وقريها تقول لها يا دماغي سلامتك يا حبيبتي تعرف شعبان هتقولك آه أتعم معاي إزاي بالحب والمفهومية والعقل ده أنا شعبان بتاع زمان ما كانش لازم ترجع هنا ده أول مكان حيدوروا عنك فيه كان لازم أجي أخد شوية حاجات وفلوس وأجي تطمن عليك طيب ما تخبش علي أنت اللي قتلت رامي يا ريمان أنا رو عايز أقتل رامي كنت أجلت من زبادهم أنا فعلا لما قالوا لما صدقتش طيب هتروح فين؟ وحشوفك إزاي؟ مش عارف مش عارف نبيل عايز أمانيين وإبراهيم الجيار داخل بكل طوله عايز يخلص بدي وإنت هتمشي كده مش محدد حاجة؟ فكرت أروح عند رزق العربة بس ممكن يبقى أني لو التمن مناسب عشان كده هروح مكان محدش أعرف يدخله طب وليلة والصحف اللي تحت هيروحوا معاك؟ لا لا بس في واجب كده لازم أعملوا قبل أي حاجة اللي إنت عملته ده غلط يا سيف عملت إيه يعني؟ روحت الحمام إنت هتستعبط علي أنا كمان؟ ولا إيه؟ هو حبكت تروح الحمام وواحد في خطورة ليل عندك في المكدم والباب من غير حراسة كمان ندق طبيعة يا أخي؟ أعمل إيه؟ طب يبقى خلي ندق الطبيعة ينفعك في تحقيق الوزارة تمام؟ يا سيف يا سيف إحنا زمال ووضوفها واحدة وخايف عليك إنت ليه مصر تضحي بمستقبلك عشان خطر واحد زي ده؟ يا عم أنا مضحيتش بحاجة أنا كنت بقى غلطة ما قدرتش خطورته ويجوز ولا بحاجة بقولك إيه؟ أنا بكلمك بجد ما تكلميش بالاستغطار ده؟ فهمني أنت عملت كده ليه؟ علي باشا أنا ما عملتش حاجة ليه عايز إهمال واللساء مش أكثر علي باشا؟ طب حيث كده يا سيف باشا أحب أقولك إن إنت لو فاهم إن الموضوع هيعدي على خير تبقى غلطة لا مش هيعدي على خير أتاكد أنا رجعتين الروح يا بني أنا مش لاقي كلام أقولك يا ليه؟ تقولش حاجة عم حسين حق عبد الحميد إنو الناس كلها تعرف حكايته أنا نقى نفسي أخد الجرنان اللي صورته من ورا فيه ده ده شادي زميل عبد الحميد يا أهلا وسهلا طب نروح البيت باقي علشان نقوم بوجب الضيافة لا يا عم حسين أنا مش جاي الضايف أنا جاي أقولك أنا آسف آسف علي إيه يا بني؟ يا أنت كبتا الخير لك إنك جيت لحد هنا عشان تعمل وقت أنا واحد من اللي قتل عبد الحميد أحمد اللي قتل عبد الحميد كتير ناس كتير بس ده ما يعافينيش من الناس قليل أنا شاركت في الجريمة دي بنفوذ أهلي وعدم إيماني شطرته وكفقته لو أنت صحيح عندك إحساس بالزم ما تقولش أنا أهز الطرى ده اللي أنت عايز عم أحسين عشان يعملها اللي أريدك عم أحسين يا ابن أنا مش عايز حاجة كل اللي أنا عايزه إنك لما تشوف واحد شاطر سواء كان زميلك أو شغلت تحت إيلك تساعدوا إنه ينجح عشان ربنا يكرمنا كلنا ونينجح يا ابن أو عيدك إنه عامل ده طول عم أحسين ربنا يصمر قلبك ويزيدك من أورا عم أحسين وربنا يخليك دايما للحق يا ابن نورت بلد من أعز الناس ربنا يكرمك يا حج أحمد فضل فضل علش عندي مشكلة صغيرة كده بس قلت جدارة عندك يومين ثلاثة لا أنا كدهز على لو هتسبف أي مشكلة أنا ممكن أمشي دلوقتي حالي مشكلة صغيرة بس عاوزينها مشكلة كبيرة علشان تقعد معنا على طول ده العشان برنا إحنا اللي بنا مش عشان بس إحنا بنا دكتورة كده هتروح منينا وإنت رديت لي الروح لما رجعتها وادي بنا جات على السيرة أهلاً يا للبيت محشناك جوي جوي تنورت الدنيا كلها الله يخليك يا من طول ما أنت عايش على وش الدنيا أنا متطامنة اسلامي قوم يا راجل يا طيب غير خلاكاتك والمتجلابية أنا مش فاهم كيف طايق زمت في البنطلون دي مني واللي لأمك تحضر يا نجمة حضر يا بوي تفضل تفضل زين جام السلاح دي ومن الميتة ناجل خشن حداها حاجة عيفش كل اللي ياجي من السودان لازم أن يعدي عليها الأول ألقت اللي عايزه على عاجة بعيني أوز على ذاكة بس ريحنا في السعر شوية يقول لك إيه حرجابوا السلاح دي ب300 ألف جنيه ما يخصوش ميلم بلا تريحنا بلا ما تريحنا أشي بلا الشغل المحلسة دي وأنا مش هنزعلك بشوف لنا حتة بورس عيدك دي يا بوي جديم جوي الكلام ده يا بو صالح شوف دي أعوذي إسرائيلي صاحبه زينه ما بيسخنش بس غالي يا بابا مليح صاحب عليها المرة جاي خطر بكرة بعطلك الفلوس مع الرجال وتسليمهم السلاح سوا معلقته مكاننا لك ما سوا طيب عامري بحسك يا بو خالو ما تأخذنيش على عامري بكان دي بكان واكل عيش ما ينفعش الدجة دي هنه دورت يا بو صالح تبكع الله شوفك بك بكرة تسعموا عليكم عليكم والسلام انت يه اللي جابك دلوك بحرق أبوك انت مش انت اللي قلتلي تعالي يا سي بس يا مش اندل انت ما صدكت هي بقولك ايه تعالي بنا ونروح الزرع ما تخلينا هنه في السطر يا بيت يا بيت يا بيت يا بيت يا بيت هنا مكان واكل عيش موزهجة مكان الزرع براح ولي هواي طص انا طص اللي تشوفي يا سي يا تخلي ببيت أبوك ده انا هشوف سواي يالله يا بو يا بو يا بو عايز اقولك على حاجة بس بس خايفة لتزعك فيه تقولي يا غالية عرفة جوزي بقيله سنة ويطلع مستجن كفارة توحشته جوي او يشيل عني هبابة ما ينفعش يطلع يلاجيني شايل عيل على كتفي اقوله جبته منين بس با انت كشفت على حد غير يا بيت او ليه؟ والله ما انكشفت على حد غيرك من ساعة ما عرفة دخل السجن قصيلة لا قصيلة يا بيت خلاص قدمك ده قولي لعرفة لما يخرج ان الوادي اللي عليك يدفق ده هي بجوالة ده انا كبير البلد يا بيت والكبير ما تتدسش عنيه حاجة يعني ايه؟ يعنيه يا بيت يكون خالع عليك انني جايبك الزرع لك جينتوسك الهوى صح انا عارفة انك حبلة انا لا عبيط ولاة بل ملحوكة هي ديتها خمسمائة جنيه لومة 8 دهية وغيبة عنك سبوع سبوع كتير كتير سبوع يا عمر بيتك يا بي انا قلت هي تسيبنا تفضح انتي اللي زايك ناقص فضيحة الفضيحة ليه يا انا الله يسامحك لسه دوري على حاجة يجي تسي الهوى معاك الله يرحمك بيقولك يا ابن خالدي يا دي شمعايا ولا اسبرتايا ولا ايه مش هاكلك مدة اهلية ولا فهم حاجة ماشي انا مين غرام وحنين اعدي من الكمين ايه تا ايه تا فيه ايه بالراحة افتكرتك هيما اه ما احنا نفس الخرزمة لا دا ماك خفيفة على فكرة اهه بولي كيه بقى هو من ابو ناهية كده مش همبطة اللعب لا دا انت جريء قوي بقى قلبي حديد عايزك في شغلين هتكسب من وراها كتير اي حاجة فيها جنيه انا عبد الرشق اهلا شعبان ميس يا ميس ساعت البشر علش انا جيت لك ونجير معاك خير يا شعبان ايه المصيبة المرة دي لا طيب يا هيمة انا هنزل بقى عشان وراها حاجة مش سيقى يا مستر شعبال بقى سلامة ستكون بايبا يا هيمة بايبا يا حبيبتي قول يا شعبولة تشوف باشا بالاخر انت عندك عصفورة في الشركة بتنقل كل حاجة اللي بيلا تنطاول هو ده اللي جاب مني صد خشمك يا ناجي ليل بهضيفي وغالي علي يا جوي انا قصدا يعني ما كدلوش الزوم اندخل غراب بناتنا يقرعين ايه اولاد السيوطة ما قادرينش نحموا حريمني كنت حتجيبها لك انا عشان كان زمننا بنقرع عليها الفاتحة انا عارف انت تقدر تعمل ايه ناجي ليه مش كده اياه كده وقدود بس خلاص العاية في الفاية نقصان عقل خلاص خلص الكلام همال جايبه تاني ليه خوف بيه اولاد السيوطة لا انا هنا ضيف وبطلت الشغل ده خلاص انت مالك ومال الراجل اشرب شايك وتكلم طيب يعني بس كنت عايزك يكداف كلمة بناتنا يعني طيب بعد اسمكم وقعد وقعد يا ولدي للبيه في معزة ولدي وان كنت جاي عشان تتكلم في موضوع جوازك من مني الكلام مالوش عازل يا عمي ارض الخشم ماينفعش تطلع برانا وانا ربنا مديني بزيادة وانت عارف مش عاوز اجري حك بس مش هجوز الدكتورة لواحد ما بيعرفش فك الخط ما تعديش لي يا عمي ما تعديش بلا مواخزة ليلة ولدي كل عيلة وفيها فغير عوج ونادي عيفش مستعفي احرق شر ربنا هديو ونكفيك شر ما فيها؟ وفاة ايه؟ في شوت كركبة في المطبخ ايه؟ الكركبة دي؟ في حرامي ولا ايه؟ هو واضح ان كاماليها بعتلينا حد عشان ازينا وامل لنا حاجة تعتقد تحذر وتفذر؟ ما تقوم يا رجل تشوفي ايه؟ ما فيش هنا سكينة ولا خشبة ولا حديدة ولا ايه؟ السكيجين كلها في المطبخ يا عشرة ام ام شوفي ايه؟ في المطبخ؟ طب طب تعلي معي عشان تقوي قلبي هم عاجة؟ هم قالوا يا رجلة ولا قالوا يا ستات؟ ما تقوم بقى وتسترجل كده شوية وتكمل وعاواواوا بس ستات والنابي والنابي تعالي معاي يعالي معايا يلا يلا بس يلا وفاة بقى اضطعوا عشوك اضطعوا ايه كبغيبة بشكلة يلا بس بقى يلا يا موفيان ما تخفيش بقى احبت عشي مش اتضليك تتفضلي لا لو الناب لا 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 احبت عشيك ايوه انا بطاهرك ما تخافك ما تخافك ما تخافك ما تخافك انا وراهك انا مش خايت عوض ازبط مكان واه 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 روح روح الباب لما اغفزت تعن يحميك يا ربنا يا بيتي ويكفيك يا شر العين حبيبتي ياما هخلص حتك دي ونتكلم هو العلام حلو كل حاجة بس لبنتي اخرتها ايه غير الجواز وتربية العيال انا مش هتطمن عليك الا زباجاتي في عسمة راجل يسونك ويجدرك الكلام ده سابق لقوانه ياما انا غرض اقولك اني نادي واد عمك راجل زين وملوه دومه وحدها فلوس وعندو طين مش عاجبك ليه ولا عاجب ابوكي عشان شايفني مرة ياما كل شغلتها ان هي تتجوز وتخلف وبس مش قادر يفهم اني بني قدنى زي زييه ليه احجوك وعندي طموح واحلام لازم احججها لو بجيتي مرة تناجي محدش هيقدر يبصلك ناجي الناس بتخاف منه وبتحمله ألف حساب انا بضك بالتعمه وتحسب عليه وبعدين انت نسيت ان انا بتلخشن ولا ايه يا مني انا امك لو حط عينك على حد قليلي الموضوع مش كده ياما كل الموضوع ان انا متعلمة وعرف كيف اختار وناجي ماينفعنيش ناجي ابني عمي وبس ياما ايه وقيت بجي فاكرا ان العلام هيعمل منك حاجة تانية المرة هتفضل مرة مهما راحت ولا جات انا مش عارفة لحد ميتها الستة هتبقى ضد نفسيها كده معلش ياما انا عندي مذاكرة كتير هطلع اكملها فوق بعد اذنك ياما ايه انا اقول لك انا صيف ما نجيش معات عشرين جنيه سلف اه عشرين جنيه اجيبلك من يه ده المفروض انا اللي اسلف منك استة الي متبع ناجي بتاكل من واكله وتشرب من حشيشو صح اللي ما يعرفش يقول ناجي ناجي دي بيخاف يخش الكبانيلا يجوع الجنيه عنديه برجبة راجل ومع يطلعوش من جيبه لعشان مصلحته ها؟ طب هم تبعوا ليه؟ ما تهملوا وتمشي يا أخي رزق ديج يا نصيف انتو النصارى ربنا اداكم الدنيا عشان يجدم وسع عليكم رزقكم النصارى؟ واني زيك اهوه اكتر وبنصفه التراب انت فجر يا نصيف عندك مكرم اهو من كام سنة كان الفلج في رجليه يدس في الفار ما يبانش ابنما دلوقت بقى يلبس صوف وعنده محل دهب وولده حيبقى دكتور كبير وفجري وكل العبر فيه بس داخل ده ايه؟ بانه نصراني يا ابو مخ ظلم انا مخ ظلم انا صف؟ تحت اتمجلت علي؟ بجولك ايه؟ روح الشطر على ناجي ولا على مكرم؟ ولا جولك تعال نشرب عرجة عند ابو مركوب على حسابه انت اللي هتدفع على النوتة يلا قدامي ايه؟ يلا بسرعة اقل بسرعة اركب بسرعة اركب بسرعة يلا تعمل ايه؟ اركب بسرعة ما تغلبنيش انا بموت في المغامرات يلا يلا بعوني الله احلى مغامرة اللي لدي يلا 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 ما حد عليك تحب المغامرات؟ جاهز جاهز لا عسل صور اصف هو احنا هنبتر وقفين كده احنا بقلنا نص ساعة ما تخش تاكم عليه بستاني يخرج بس ونطفه ايه طب ايه رأيك؟ اصوات والي ممحل للناس يمكن هو يخرج سد يا فكرة صواتي وأنا في دهرك يلا صواتي يالااااااااااا fully الحأونه الحرم хотя فدع بالله يا رؤاة لا اله الا الله يا خيلي لا اله الا الله أنا مرض رفيعت في المحكمة ثانية واحدة اشتابت القاطن يه ؟ انت كثاب No اوقت انا ما بتجيبش عليكم لا أنت ولا غيرك يعني خاليك كنت ممكن تتكلمني عن نفتك ثوية أنا نفسي تهيت مني من ساعة ليلة ما ثابتني يا روقة إيه تهي؟ نفسينا كده؟ لا بس تلطيفاً حال يا شعبي ده عشان نورك بس أمر يا ده النور يا ده النور وأنا أقولي الشمسة دلعت في الحرى بالليل ليه؟ خليك معاي أنا ما علمش يا عبان كبيرة الكابلات كلها منورة كبيرة يلا بقى إيه؟ بتاكل على الله؟ والله يا حنى عليك بدل ما تهب عني لا يا كبير مش مستعلى هاب بس أنت يعني ما شاء الله رأيته وبقيت كبير المقام يلا بتاكل على الله طب يا كبير الشاي جاي بتاكل على الله الشاي اتنين وإنت بروح أمك بقى هترسم لها صورة؟ أنا حشل معك الحية تعال 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 بس بادي عالسي يا خرق متى إيه؟ ما الذي أيها ما يخرب ديت حقلك زي؟ إيه اللي كابك هنا هو عشي؟ بس على الله منزي كده ما تسألش عني حتى بالتليفون؟ ما عالش انت عرفة الظروفة إيه اللي كابك هنا؟ مالي كمال شعبان في مصلحة كده أي زي خلصه هادى؟ لا سكت شعبان دي يا أمال نورتي يا أختي باي مال فاهمت يا بنص سلسان ولا هنعدي الكلام تاني لا فاهم يا معال الشغالان دي تخلص في يومين حط هتو أقرصوا يوني وتستنيونا لعاتبة البيت حط أمان 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 يا معال تعال يا أمر تعال يا أمر أنججيبها عشان الحرة يا ملك شاء الله عن نبع ليك يا معال ما خلاص يا راي الختيارة تزعى فتر حطلتك فتر أنا اللوحة كيبت الهيوني أخي أنا اللوحة كيبت الهيوني هو يقفل مع وحدك مال كلها معالش يا جماعة أنا أسفة سمعتك هركبها في المطبخ افتكرته حرامي حصل خير الجيلة له بعدين شكرا عليك عليكم السلام شكرا جدا معالش أزعجنيك وأنا أسفة عاجبك الفضايح دي أشرف كل يوم؟ الحق علي أنا عشان خايف عليكم أنت خايف علينا قوي خايف بزيادة أنت بقيت معيشنا في كابوسي أشرف كاماليا مجنونة ممكن تعمل أي حاجة خلاص انزل عمل لها محضر في الاسم وعمل لها محضر ليه؟ هي ما عملتش حاجة المراضي أيها بس عملت قبل كده هي مش قبل كده خطفتك وسرقت عربيتك العربية ركنة تحت وأنا زي الفلة هو آه قول بقى أن انت باقي على الود القديم اللي بينكو والعشرة يا وفاق أنا لو كنت باقي عليك كنت تطلقتها إيه اللي بتقولي ده؟ أمى ليه؟ أنت خايف منها قوي كده ليه؟ يما لازم تروح تعمل لها محضر في الاسم؟ ما هي بعدت عنينا نعاديها ليه منجر الشكلها؟ يا راجل ما تبطل الجبن والخوف اللي انت عايش فيه؟ أنا مش جباني هو وفاق على فكرة خلاص هتصرف هتصرف إيه دي انت بس؟ ها هتتصرف عف اشتركوا في القناة وانت عايش تتجوز دكتورة ليه؟ تحليب لك البهايم ولا تنضف لك الزريبة؟ كفاية عليك فادية؟ ايه والله يا صحانبي والله ولا ليه عاق تجلت علي الحقبوك؟ ماكسودش أنا جبيه ماكسودش والله هني بقى ما بجدش طايقك جاعدتك ما بجدش تلدي علي خليت منوت يا جرحي حدايا عيال عايزة ربيها أنا جبيه تشاهد على روحك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة